الدرس السادس عشر من كتاب النقد الأدبي للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي الفن المسرحي التعريف تشترك المسرحية مع القصة في توفر العناصر الأساسية ولكنها تختلف في درجة الارتكاز وفي بعض الأمور الأخرى من ذلك أن القصة كتبت لتقرأ وأما المسرحية فقد كتبت لتمثل أو أن الجمهور والممثلين كانوا في ذهن الكاتب حين كتابتها كما أن مؤلف المسرحية يبدل جهدا خاصا ليكون واضحا ومفهوما لأن قارئ القصة يستطيع أن يتوقف لمراجعة النص أو ما يشكل عليه في حين لا يستطيع المشاهد للمسرحية أن يوقف الممثلين وتختلف ثقافة كاتب القصة عن كاتب المسرحية في أن الأول ملم بكتابة القصة والآخر لديه ثقافة أوسع بالنواحي النفسية للشخص والمسرحية كالقصة فيها حدث أو أحداث ولكن القصة تهتم على الأخص بوصف الحياة والأشخاص عن طريق السرد في حين لا يوجد سرد في المسرحية فهي تعتمد على الحوار والحوار المسرحي وضع ليقال لذلك فإن لغته لها إيقاع خاص وجمله ليست طويلة ولا قصيرة في حين قد تطول جملة الوصف والسرد في القصة ومن جهة أخرى فإن المسرحية محدودة الزمان والمكان فمن ناحية الزمان هي مقيدة بالجمهور إذ لا يمكن أن يستمر بالمشاهدة أكثر من ثلاث ساعات في حين تطول القصة أكثر من ذلك بكثير أما من ناحية المكان فإن المسرحية محدودة بالمسرح فلا يمكن أن تحدث مسرحية في ميدان للحرب حيث يتقاتل الجيشات عناصر المسرحية ألف الحدث وهو أساس الفعل المسرحي ومحور العملية الفنية ويكون محاكاة للحياة البشرية أي يكون منطقيا طبيعيا محتملا لا تكلف فيه ولا خروج عن منطق الحياة وهذا يسمى بالصدق الفني ويتحرك الحدث تدريجيا بفعل الصراع بين الشخص ويبقى مستمرا لا يتوقف لحظة واحدة كما أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الحركة المسرحية حركة ظاهرة فقد تكون بالإضافة إلى ذلك بالوقفة الساكنة فكل ما يؤدي إلى دفع الحدث سواء كان قولا أو صمتا أو حركة فإنه يسمى حركة وهي نقطة التأزم في الحدث الواحد وهذا يعني أن المسرحية عددا من العقد وهذه العقد مرتبطة بالعقدة الرئيسة تماما كارتباط الأحداث النوعية بالحدث الرئيس وهذا الارتباط يعمل مع عناصر المسرحية على شد المتلقي إليها الشخصيات الشخصيات في المسرحية تشبه شخصيات القصة لكن الشخصية المسرحية تحتاج إلى عناية فائقة في رسمها وجعلها تتكلم وتتحرك بحرية دون أن يكون الكاتب من خلفها يفرض نفسه عليها أو يلقنها ما يريد وشخصيات المسرحية تتحاور مع الشخصيات الأخرى دون سرد أو تدخل من الراوي فتبدو أغزر حيوية وأصدق من الشخصيات البشرية لأنها رسمت بعناية والكاتب المسرحي على دراية بشخص مسرحيته يتعرف عليهم واحدا واحدا ويعيش معهم في ذهنه مدة كافية حتى يقرر أو يكثف لكل واحد منهم أبعاده الثلاثة الجسمية والاجتماعية والنفسية ولا يجوز أن يشرح هذه الأبعاد مباشرة بل تظهر خلال مجرى الحدث والحركة المسرحية يعد الحدث المسرحي وأهم العناصر لأنه يوضح الفكرة الأساسية ويقدم برهانها ويوضح الشخصيات ويرسمها بطريقة غير مباشرة ويدفع الصراع الصاعد حتى النهاية دون أن يعتمد على السرد والشرح ولغة الحوار يجب أن تكون مناسبة للشخصية وثقافتها وفكرتها وأن تكون جملة ذات طول متوسط بعيدة عن الحشو والإسهاب لها إقاع خاص مثير للفكر والخيال ومحرك للعاطفة المناقشة السؤال الأول عرف المسرحية وبين الفرق بينها وبين القصة السؤال الثاني ما الذي يجب مراعاته في الشخصية المسرحية السؤال الثالث ما العلاقة بين الكاتب وشخصياته السؤال الرابع الحوار المسرحي من أهم العناصر في المسرحية وضح ذلك انتهى الدرس السادس عشر من كتاب النقد الأدبي للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي